يبدو أن تداعيات قضية بيغاسوس وضلوع النظام المخزني في فضيحة تجسس على عديد المسؤولين الإسبان بينهم رئيس الحكومة بيدرو سانشاز قد توسعت إنعكاساتها في إسبانيا فقد أعلن مجلس المزراء الإسباني في جلسة عقدت صباح الثلاثاء خصصة لمناقشة القضية التي أحدثت جدلاً كبيراً في إسبانيا عن إقالة مديرة المخابرة الإسبانية باز إستبان وأعفائها من مهامها فوراً حسب ما أعلنته صحيفة البايز الصحيفة الإسبانية أشارت في مقالها إلى مثول إستبان أمام لجنة الشؤون السرية البرلمانية في جلسة مغلقة واعترافها بطهارض عشرة شخصيات في البلاد للاختراق من قبل جهة أجنبية ومن بين الأسماء اسم رئيس الحكومة شانساز وزيره للدفاع وكذلك وزير الداخلية وكانت عديد الأحزاب الإسبانية قد عبرت عن شكوكها في إمكانية ظلوع المغرب في قضية التجسس على المسؤولين الإسبان وابتزازها لهم ما أدى إلى تبدل الموقف الإسباني في شأن ملف الصحراء الغربية